موسيقى موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعين قناتنا الكرام للأسف النهاردة معنا خبر محزن ومفاجئ أتحدك تحبس دموعك بعد ما تسمع الخبر ده كلنا عارفين المشهورة سعز الكحطاني للأسف النهاردة اتوفت هنعرض لكم في فيديو النهاردة سبب وفاتها الحقيقي وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها وآخر الصور اللي ألطقطت لها قبل وفاتها بس قبل ما نبدأ الفيديو من فضلك صلي على رسول الله في خانة التعليقات وادعولها بالرحمة ربنا يا رب يرحمها ويرحم موتانا وموت الجميع إليكم تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ساز الكحطاني وآخر الصور التي ألطقطت لها قبل وفاتها بعد وفات نجمة مواقع التواصل الإجتماعي مشهورة موقع سنابشات في السعودية ساز الكحطاني المتابعون بدأوا أنهم ينشروا صورها عبر صفحتهم الخاصة وعبروا عن حزنهم الكبير بعد رحيلها وعن صدمتهم من الخبر الحزين اللي تلقوه قبل لحظات سار الكحطاني تعرضت لحادث سير مروري على طريق العروبة في الرياض مع شخص بيدعى شاهر الشباني اتوفت سارة بعد الحادث فورا متأثرة بجروحها وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخر صورة كانت شاركتها الكحطاني مع متابعيها عبر حسابها الخاص واللي ظهرت فيها بوجهها الجميل تاركة خلفها ابتسامتها اللي أثرت على الجميع تعد ساز إحدى أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي وبيتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وبتشارك معهم يومياتها من الحفلات وزيارتها للأماكن العامة ومختلف المناسبات ولها قاعدة جماهرية كبيرة جدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة أعلنوا للأسف وفاة الاسنابشات ساز القحطاني عن عمري يناهز 22 سنة وكشفت العديد من وسائل الإعلامية إن سبب وفاة المرأة البارزة ساز القحطاني كان حادث مروري وقالوا إنها ما كانتش بتعاني من أي حالة طبية وما كشفوش عن تفاصيل جديدة حتى انتشار خبر وفاتها ساز القحطاني هي امرأة خالجية مشهورة وبيتقال إنها سعودية الجنسية معروفة بإسارتها الجدل ونشر فيديوهات الرقص في الحفلات والأماكن العامة ووجدت تفاعل واسع النطاق على صفحات رسمية مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ساز كانت متحمسة لنشر مذكرات وإلقاء نظر خاطفة على بعجبيها من وقت للتاني وكانت بتخاف جدا على متابعيها في سنابشات عندها أقل من خمسين ألف متابع على إنستجرام وبتقوم ببس المقاطع القصيرة بشكل مستمر ويومي على حسابتها التانية وإنها من المشاهير اللي اكتسبوا سمعة طيبة في فترة قصيرة من الزمن في الفترة اللي فاتت زادت عمليات البحث على ساز الكحطاني في جوجل مآت الأشخاص حابين يعرفوا اسمها الحقيقي وعمرها وأشياء تانية مع بداية العام الجديد عشرين اتنين وعشرين بيزعم الحساب إنه سر بصور غير لائقة لها عن مشاركتها في قسم بيتعارض مع الأخلاق والزوق العام لكن تبين أنها مجرد تغريدات لا أساس لها من الصحة سارة امرأة سعودية وصفها البعض في مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها بتعيش حياة مكفرة لأنها على الأقل كما تصفها لا تعيش الشابة حياة مثالية أو طبيعية في استئنافها وعبرت في الفيديو اللي نشرته وطلب الدعم مدني واحتياز الشابة رهينة واعتقال عائلتها علشان ضربهم وأهلتها من خلال نشر معلومات واضحة حول تفاصيلها ودعي الجمهور يعرف ما حدث لعائلته اكتسب عدد كبير من المشاهير جمهور كبير من خلال حسابات الشبكات الاجتماعية وبعضهم اتمكن من أن يكتسب شعبية من وراء المنصات الأكثر استخداماً من قبل الجمهور وتصدر واسم وفاة ساز المشهورة وكذلك ساز الكحطاني جميع محركات البحث النهاردة خصوصاً في تويتر السعودية وستساؤل كثير من المتابعين عن صحة هذا الخبر الناس كانت بتقول أن سبب الوفاة هو إسرة تعرضها لحادث سير لكن حتى اللحظة دي مفيش أي مصدر رسمي وضح التفاصيل ومفيش أي أنباء مؤكدة عن حقيقة وفاتها بسبب حادث السير لكن كل الأنباء المؤكدة أن المشهورة ساز الكحطاني بالفعل رحلت عن عالمنا بعض المواقع قالت أن سبب وفات ساز الكحطاني لتيجت تعرضها لمضاعفات مرضية وعدم قدرتها على تحمل العلاج من غير ما توضح إيه سبب مرضها اللي كانت بتعاني منه ساز الكحطاني إحدى مشهير موقع سناب شات وتيك توك في المملكة العربية السعودية ودائماً ما كانت بتصير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي للجمهور الخليجي وأعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشع الخلف وفات مواطنته وصديقته مشهورة سناب شات ساز المشهورة باسم ساز الكحطاني ونعى مشع الخلف صديقته عبر حسابه الشخصي على سناب شات بآية قرآنية ولم يكشف عن سبب وفات ساز الكحطاني ولا ملابسات الوفاة أو أي معلومات تتعلق بالدفن أو الجنازة واكتفى بإعلان خبر الوفاة وكتب البقاء لله انتقلت إلى رحمة الله ساز الله يرحمها ويغفر لها وفي المقابل تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المعنية في أخبار المشهير إن سبب وفاة السعودية ساز الكحطاني هو حادث سير بطريق العروبة في المملكة العربية السعودية وتداول نشطون عبر مواقع التواصل خاصة تويتر مقطع فيديو بتظهر فيه سيارة بعد تعرضها لحادث سير مروع وقد اشتعلت فيها النار تماما وبدأ وسب ساز الكحطاني يتصاعد في تويتر وصلت تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل يشار إلى أن مشعل خلف ظهر مع صديقته مشهورة الاسنابشات ساز الكحطاني فأكثر من مناسبة ووسق ظهورها معه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تطبيق سنابشات وظهرت وهو يرحب بها عندما كانت تستقل بصحبته سيارة وتداول نشطاء عبر تويتر أنباء غير مؤكدة إن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي شاهر الشباني كان بصحبة شاز في السيارة وتوفي معها ولم يسلم من الهجوم الذي طال الكحطاني وعقب تداول خبر الوفاء على نطاق واسع تذكر نشطاء فيديوهات مسيرة للجدل لساز الكحطاني وتعرضت لهجوم حاد في بعض التعليقات رغم إعلان خبر وفاتها وفي المقابل انتقد آخرون موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها وطالبوا لها بالرحمة والدعاء وعدم الشماتة في المتوفي رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهب أهلها وزويها الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر